الشخص اللي في الصورة ده اسمه أسامة عبده الأزهري مدرس رياضيات في الأزهر الشريفي في ظرف يومين بيس فقد ثلاثة من أولاده ولدين وبنت قلب مكسور وجه متأمل والرابع حالته حرجة وبنجمة موت كل يوم بيصحى يلاقي ابن من أبنائه بيموت ثلاثة أولاد في ثلاثة أيام والحزن مشو سايب قلبه ولا دقيقة الدنيا مش مستاهل والله يا جمعه مهما كانت همومك أحمد ربنا لأن همومك ممكن ما تجيش ذرة في هموم غيرك أسامه عاش ألم فقدان أغلى ما عنده في الدنيا ولادة لي كانوا ضحكت قلبه ونور عينه مفيش حاجة أصعب من إنك تشوف ولأدك بيموت واحد وردتني وأنك مش قادر تعمل أي حاجة الدنيا بتعلمنا دروس قاسية لكن لازم نحمد ربنا على كل حال ونكون راضيين بقدرنا الاتلاءات اللي بنمر بيها هي اختبار لصبرنا وإيماننا ولو ماضي ناش ممكن تيجي مص قايب أكبر وساعتها هنكون عاجزين قدامه وأن تيالي بتظلمي غيرك راجع نفسك لأن الظلم عمره ما كان حلل والدنيا دواره وكل واحد هيجي له حقه في النهاية واللي بياكل حق غيره هتعمل إيه يوم الحساب ربنا ما بنساش حق مظلوم وكل واحد هيتحاسب على أفعاله ويلي بتغدر بغيرك قلب مكسور قوليها تستفاد إياه في الآخر الدنيا قصيرة وما تستاهل شو إننا نعيشها بالغدر والظلم كلنا هنا تحاسب على أعمالنا وفكر دايما في نهاية الطريق وإذا كان في قلبك قطرة إنسانية فكر في أسامة اللي لقطي قاعد لوحده شايل فوق كتفه ألم فقدان ثلاث من أولاده ومرارة انتظار مصير الرابع اللهم اجعل صبره هذا شفيعا له يوم القيامة وأرضه بما كتبت له في اللي شافوا في اللحظات الصعبة دي نتمنى بس نعيش بقلوب رحيمة وأرواح صافية عسى أن نجد رحمة في الآخرة كما نتمناها في الدنيا ربنا يصبر كل قلب مجروح ويحفظ لنا كل غالي ويخفف عن أسامة وأي حد بيمر بابتلاءات صعبة زي دي قلب مكسور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر